أهلا بكم مشاهدينا كيف الحال؟ اليوم المعلومات هي أصبحت قريبة من الأشخاص سواء في وسائل الأعلام أو لف الأنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي فأي موضوع تنبغي أن بيحتوا عليه إلا ويعني يلقوا معلومات عليه بسهولة هذا ما تعطيش للناس الحق في أنهم يدرون تشخيص ذاتي خاصة ملك يتعلق الأمر سواء بأمراض أو حتى أمراض نفسية فهالتشخيص الذاتي خطير جداً سواء على الأشخاص التي تكونوا تعانون من مشكل أو كذلك على الأخصائيين أهلا بك دكتور أنوار رضا سلام عزيزة الموضوع اليوم هو التشخيص الذاتي ونحن دائماً نتكلم عنه أنف وقلنا نديروه لي حلقة لأنه يترح لكم مشكل يعني أي واحد يجي عندكم تجي ومقتنع بأنه عنده مشكل ولا مرض يسمعوا عندنا يسمعوا في برامج أخرى يقرأ لي في الانترنت ولكن القناعة الشديدة التي تجعلكم يعني تلقوا صعوبة في أنكم تقنعوا بالليمشي هذا والمرض اللي يعني رأيوا حاجة أخرى دونك هالتشخيص الذاتي بلغ ينفسروا للناس أو الدعيني دونك باش نهدروا التشخيص الذاتي مزين قلوب اللي يمكن توعيه على المرض النفسي مزيانة وعلى الإضطرابات بصفة عامة مزيانة ولكن المشكلة التي يقعها هو أن هناك الكثير من الناس الذين يتباظوا على بعض المعلومات على الانترنت ويتلبسوهم ويبدوا يديرون مثلا واحد تشخيص لرأسهم يجي مثلا يدوز وهو عنده واحد القناعة أو واحد اليقين أنه عنده واحد الإضطراب نفسي ولكن للأسف شديد المبني على مجموعة من المعلومات ولكن ماشي طبية وعزد على ذلك أنا كني الناس اللي كيدروا بعد المرات دي تست صغان تغنت كسسوا في إضطراب فرط الحركة ولا في إضطرابات شخصية ويجيوا عنده واحد القناعة ودك شي اللي كيخلينا بعد المرات كنا ناخدوا الوقت الكافي وبعد المرات كتكون شوية الحشيكاك مع المريض باش كنقدروا نوصلولي للفكرة أنه تشخيص كيدر بوحد طريقة علمية ماشي بوحد طريقة عتباطية الناس اللي كيدروا تشخيص داتي وكيجي اقتنع تيقولك دكتور لا أنا عندي بيبولاغيتي مثلا بل عندي هذا واش تتلقوا معتلا من بعد التشخيص بأنه فعلا كان عنده الحق ولا يعني شو كتلقوا تأخذ دونك هنا كنندو كتفجور كنندو كنندو كتبارك الله اللي كيياخدوا المعلومة مزيانة وكيسهلوا علينا التشخيص ما كييروش تشخيص ولكن كييسهلوا ذاك لانتخوتين حيات كما عارفين حنا في التب نفسي أن تشخيص كيدوز عن طريق الكلام صب ديغبتاك الهضرة مع المريض دونك كيكون عنده واحد المجموعة من الأفكار كان بعض الأفكار اللي كننخدوها وكان بعض الأفكار اللي كنصحوها المريض وكان نقول لي مثلا بلي هذه المعلومات رمام زينيش نعطيهم مثال مثلا في البيخفكسيونيزم الناس اللي كيكونوا بيخفكسيونيست ولا أبسيسيونيزم كيبغوا يحطوا كل حاجة مقادة هذا يعني أن عندهم مراد وصوص قهري دونك كنن بزاف دين الناس اللي كي يجيبوا لنا معلومات إيجابية وكي يعاونوا في تشخيص وكينوا واحد المجموعة دين الناس اللي كيكون عندهم واحد الفوكس على واحد الاتراب بالضبط مثلا وكيبغوا دائما يتعمق فيه ويقرأ فيه حتى يقول لي تلبسه وكي يقول لي جيب لي الله النهر عنده هذك المراد وإنهو زين دوية ونغرق سوف يقول لنا كن قوديما نقردين مع البال سوف تشوف كي يجي واحد الانسان وكي يقول لك مع السلام عليكم أنا عندي واحد الاتراب هو هذا هم الأعراض هم الأعراض هم الأعراض هم الأعراض في طب العام هكذا يعني تشرحتي بأن أنتم باش كديروا تشخيص ديال واحد الحالة واحد سواء كان اضطراب أو المرض هي مراحل كثيرة بزاف ديال الحويج يعني داتات اللي كديروه مجموعة من المعلومات ومجموعة من الكريتار دياغنوستيك ديال تشخيص اللي كيكون دائما بازع لواحد المرجع علمي لأن في كل تشخيص كين الدياغنوستيك ديفيرانسيال كين تشخيص المعاكد و sadece انتظر إليها الكريتار في كل شخص يفتاح ولاحظ في تجاهل kalau وأعظم لكم من لهم تعود إليها مثل ثالثي المخشفرة مثل ثالثي الك nov pengزيارة نحظ من إنطربينات المخشفرة cause قد كذبتش أشخصيةausة مثلisiert كلم عن دWh الت beard teh Ferrari تبدو التبدوات oder لذي فعما فعلت شخصية حالستي께 إكمال normalmente تungs به أمور ما يمكن نجيو نقرأوا حنا لي سامبتوم ونقولوا رعدناها تشخيص وغدين بقاوبة أكيد شفتوا حالات مختلفة يعني من الناس اللي كي يجو بالتشخيص داتي ومقتنعين بأن عندهم مرض أو لطراب ما يعني غالبا شكون النوع ايدي الناس مثلا اللي كتلقاهم كي يشوف تشخيص داتي واش عنده علاقة بمستوى تقافي للإنسان يعني غدين يقولوا عنده واحد مستوى معين تيمشي تيمحط يقلب أو لا كان بعض الناس اللي غدين يقولوا لي أنه غير سمى عند شي شخص عنده نفس الأعراض أو لا سمى شي واحد في العائلة ولا سمى شي مرة في التليفزيون ولا في الراديو كي يقولك هذا رهويراتي وعنده في الأسرة دي الواحد شخص تيجيه ومقتنع بأنه را عنده حتوى نفس المرض أو لطراب يعني وصف لنا شي شوية لأنه عيادية للأشخاص هاد الأشخاص اللي بلي بار كيكونوا سيدة جون ديزة دوليسان اللي كيكون مثلا ما بين 16 و 18 لسالة اوما اللي كي يجو ودرهم مثلا وكيكون عندهم واحد لدي في كلتين أعطى أحد الامتال هناك الناس اللي كيكون عندهم تدي في كلتات سكولة غالرية اللي دي في كلتاتyeah وكي يقول لك أنا عندي لطد هاش مرض فارط الحركة وضعه في تركيز وكي بقي يقرعله يقرى له يدوز لا تستغنت وكي يجي بلو تابلو ديال مثلا هذا الاضطرب وكي يقول لك أنا هادك نتائج لاندي مثلا في مدراسة أراي نتجاع له هذا الاضطرب وعده باش ديك ساعات شنون تنجيرو كانت أخذة المعلومات المرادة يجب أن يطلقها ويجب أن يطلقها لكي يطلق المجموعة من الأمور لكي يطلق المقادر ويطلقهم أن يطلق المعارضة نغوبيسيكولوجيكي ويطلقهم في تركيز الإنسان ونرى أن يطلقهم وهذا الشيء يطلقه بعد المرات بعض الناس يطلقوا على هذه الأطادياجنوزيك لكي يطلقوا معنا لهم هذه المعانات النفسية بأطلال طريقة غير صحيحة لأنهم لا يطلقوا مع من يطلقوا ولا يطلقوا على الأمور لذلك أي سمبطوم أو أي أعراض هي اضطراب هناك بعض الأعراض مثلا ضعف التركيز ولكن ربما هي اضطراب ضعف التركيز وفرت الحركة هذا مفهومات المفاهيم يختالطة عند الناس ولفت تكون عندها علاقة بعض المرات تبشي حاجة بالدراسة أو العمل أو هذا تجعل الإنسان غير يمشي يشخص لأنها كما لاحظنا دابا وسائل التواصل معي وللانتغنت إذا بدأت تتقلب على واحد الاضطراب أريد أن يطلق عليك غير هذا الاضطراب بالسجارات والالغوريثم وكذلك تفرج فيه وتشاهد الفيديو حتى يطلقوا بعد المرات بعض الناس الذين يأتي عندهم واحد القناعة عن نعدهم اضطراب والدليل على ذلك أنا في المرات كنت أقوم بعمل سمطوماتيك مثلا ديومانيزيوم أو شعجة خفيفة والمريد يشعر بالسولاج وكذلك تتعرف أن غير اللي في بلاسيبو اللي كان هذا بعد ما كان كنه إليمينا الاضطراب لأننا ما يمكنش ندخل في الانسان مع المريد ولكن نحاول إليميناه جميع تشخيصات اللي غنقدر تتقلقنا ولا تتقلق المريد وكيبقى ديكساعات هذك الاعتقاد ديال المريد كل نهار كنهضرو مثلا على سمطوم وكنشرحولي مثلا لأن حتى الباساسيون ديال اللي كيدوزوا مثلا المرضى على الانتقنت راح عنده واحد طريقة كيفش غتدوز بماشال سبديغ باش نشخصوا مثلا واحد الاكتئاب راح ملغير أنها كيني اللي سمطوم والانتخوتين ديالك نقدروا نديرو واحد الليشال ديال الدبخيسيون معترف بها عالميا لأنّ منظورها كيفش تدوز هذه الأشياء كيفش تدوز من مرحلة للمرحلة وكيفش تخذ الجاوب ديال المرحلة باش شكوك تقوذه لو تستطيع الرصار عند إنترنت ألغار جديد سيؤدي على الكبارية ثم يخرجوني عن ذلك يبدو أن الإنسان تشخيص الرأس نعرف أن الأدوية في هذا المجال تتعطون أنه يكون هناك ببديد الطبيب من خلال الأمراض النفسية والعقلية أمتلك هذه مسألة جيدة لكن للإلغار سنرى ألغار مقتنعين بشخص اللي داروا على رأسهم أولا شي فرد من العائلة ومشاوا خداوا منهم رأسهم مثلا أدوية ولا معرفش أنا واش لقيتوا هذه الحالة هذا من جهة من جهة أخرى كنشوفوا أن من يكي تعلق الأمر بالأطفال وكتلقوا واحد الأم ولا واحد الأب مقتنع بأن الإبن ديالو عندو تضيع أش ولا عندو عندو واحد من هادوك الإضطرابات مثلا يا إما طيف التوحد يا إما غيره وكلقوهم في بلاس ما غديمشي عند طبيب نفسي أو لأخصائي نفسي تمشي ديغيك تمو عند أن كوتش أو عند أن أرتوفونيست يعني شنو الأمثل من إن الإنسان يحس بأن شي حاجة ما شهية هذيك خي بيانا دون كيني نجوج حالة الحالة اللي اللي هضرنا على ديال أن الناس غيمشوا ويأخذوا الأدوية رأسهم ما يمكنش لأن الحمد لله داب الأدوية ديالتا بنفسي كتعطات حتى وصف الطبيب نفسي وخسلوا ورقاء الأرض نفسي أكزاكت موال لسيان دي بخدوطي طابلو اللي كي تشجلو فان وجيس تخفلي فارماسي دونك ما يمكنش مي بزاف جل ناس اللي غ تلقيهم كيمشوا عند بزاف جل المادسة اللي كيمشوا دائما يقلبوا على للك كونفيرماسيون ديالتاك لديغنوستيك بالنسبة للأباء اللي عندهم أطفال مثلا اللي كي لاحظوا عندهم بعض إضطربات النفسية وما كيبغيش لتاج أولطب النفسي للأطفال نظر الوصم العار اللي كيمشوا عند كييمشوا عند الكوتش كيبقوا ويضوروا كيبقوا ويعطلوا لبخيزان شارج وكينين بعد الأباء اللي كيكون عندهم لديه ديني سفديغ ما كيبغيش يتقبل أن الإبن دياله مثلا عنده واحد الإضطراب دونك كيبقى دائما يبرر لراسه أن الإبن دياله رمع عنده دواله وكي عطل عليه واحد الفرصة ديال النجاح ولا واحد الفرصة ديال أنه يتأهل بطريقة مزيانة كيضيع عليه الوقت كيضيع عليه القدرات والفرص دياله في القراية في النجاح دونك هدي واسم العار هي اللي كتوقف عائق دونك من الأحسن إلى كانوا بعد الإضطرابات اللي بنوعد الأطفال ما فيها بس استشارة ونحن عارفين أنه واحد المعظم ديال الحالة ديال الأطفال كيتعاجوا بلا أدوية سأجب كماشي ضروري غادي يكون دواء وكينين بزاف ديال الحمد لله الأمور اللي تحسنا الدباء في العلاج المعرفي السلوكي للأطفال مجموعة ديال اللي تغبيه ولكن هنا مثلا كتكلم في حالة فعلا هناك اضطراب لأنك نشوفوا اليوم بني كنتكلم عن تشخيص داتي فالأمر أوسع من ذلك مثلا كالقاو في بعض المدارس مدرسات أو لا تتجي تتعايت على الأباء بعد المرات ما تكونوا عارفين والو رد البال والذكر عندو 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 كي يقول لهم تشخيص ديالهم الأباء تبقوا موثوسين يعني تيبدا ويلاحظوا بعض الأشياء واش تحتوه في حالات اللي كتلقوا فينا المون الطفل ما عندو تشي حاجة غير كينين بزاف غير نماط شخصية وغير شطون ديال الصغر اكزاكتما لانا تتطور ديال التفل كي ماشا نقولو من عام لخمس سنين كيدوس بزاف ديال المراحل بزاف ديال الناس كي ما قلتش كيرتو البال في واحد سن مبكر لواحد له سمبطوم ولكن كي يعطي واحد لون بلوغ واحد أهمية كبيرة كما قلتش سورتونا ندراسة كانتك تعييت بزاف والدكم عندو مشكلة عندكم بزاف والطفل إلا إلا خليناه مثلا في الطبيعة وكبر عادية سيتجاوز هذه المرحلة ولكن بعد المرات كان ضخم الأمور و سورتونا تلاقات مع شي أم عندها القلق العام أو للمدرسين خاصة للمدرسين اكزاكتما لأننا نحن في جاء الدور ديال الفورماشون وحتى التلقي أو حتى المعلومة كيف يجب أن تخبغتها لا يمكن أن نحن في المدارس يقول لك الطائف لا يركز يجب أن يقوم بالتاست يجب أن يقوم بالتاست يجب أن يقوم بالترس لا يحتاج إلى هذه القلق بعد المرات يجب أن يصحوا البصر يجب أن يرى الطفل يجب أن يسمعه بعد المرات يجب أن يدعم وكل شخص لديه نامط لأن الدكاء يختلف لكن كل شخص لديه الطريقة لا يمكن أن نقارنه وهذا المجهود يجب أن نفعله لكي نوعيه كثيرا للناس التي تدريس والتعليم والأب والأم هذا من جهة توقع كوارث بسبب هذا التشخيص الداتي كيف لم تكن في سترتي لنا دكتور سوف تحلينا الفرصة أننا نزيد نتكلم عن هذا الموضوع هذا الإنسان تبغي دائما يعرف ويأخذ معلومة فكيف أننا نحاول أن نتكلم المشكل بلا ما نديره تشخيص داتي هذا الشيء سوف نفسره فلاشيا في الراديو إن شاء الله على أمواج راديو دوزام وسوف يكون معي دكتور أنور ريدا كذلك للإجابة على كل الأسئلة شكرا لكم وإلى اللقاء